وكنا بنسأل مولانا وما هو حكم الإجبار إن أجبر الأب ببنته أو الأخ أخته أو الزوج زوجته على إنه تدينه الفلوس اللي هي بتكسبها أو ورسها شوف سيدنا الكريم النص القرآني واضح وضوح الشمس في عالية النهار ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في هذا الإجبار باطل أدي آية لسه بقى في حديث مش قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس يا ما كان في جيل الصحابة صحبيات نساء من أصحاب الأموال والثروة ولكن الصحابة وآل البيت رضي الله عنه الجميع عرفوا قواعد الإسلام كان الرجل شوف أموال زوجته لنفسها دون أن يتدخل فيها ولا يجبرها على أنها حتى تسايم في مصروف البيت إطلاق لكن كانت طواعية يعني شوف ستنا خديجة عليها رضوانا الله أم المؤمنين الكبرى والأولى فشوف ستنا خديجة الرسول لما يسنى عليها أنها كانت تفعل طواعية يقول لي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد هنا حط خط أو مليون خط تحت وواستني بمالها يبقى دل ذلك على أن سيدة خديجة عليها رضوان الله كانت تواسي عن طيب خاطر عن طيب إيه؟ خاطر عن طيب خاطر خدت بالحضرتك برضاها نعم وبحب طبعا إنما حضرتك عراف بيئية أو ثقافات وافدة على طبيعة الشعب المصري على وجه الخصوص بتنال من استقلالية زمة المرأة مرفوض ذلك شكلا ومعطوها طيب ماذا لو زين لها من الآخر كده لف ودار وفهمها أي كلام في الأي كلام حتى يأخذ هذه الأبوال شوف يا سيدنا هنحتكم تاني للقرآن الكريم فاجتنبوا الريكسة من الأوثان واجتنبوا قول الزور أيوة أنت تعرف زي إيه؟ زي ما بيأتي بعض المتسلفة يقول المرأة إيه في تعداد هذا شرع الله وزيء وتلك سنة هو شرع الله باسم السنة خلي بالك التعدد أه شرع الله بس مباح إنما ليس سنة يوم هو عز بقى يخوفها بشعار السنة لأتخالفين سنة رسول الله هي ما السنة؟ التعدد من السنة هو مشروع لكن ليس سنة؟ حتى وهو مشروع فهو مشروط مشروط لقيود طبعا وإن كان يعني حتى الشفقاء الشفية والحنابلة ألوى الأولى الاختصار على واحد صح قد تقول لك المهم من يجي برضو من يجي بعض الدخلاء على التشريع الإسلام يقول لك إيه الختان أو الخفاض للإناس أو للنساء سنة من إيه؟ من إيه؟ جبته من إيه؟ كل أحاديث الختان يقروا بس كتاب نيل الأوطار للشوكانة أنا بقوله المرجع جميع أحاديث ختان الإناس فيها مطاعن لم يصح فيها حاديث واحد شوف لم يصح فيها حاديث واحد خدت بالحضرتك وبعدين بس لو أنه مش موضوع الحلقة وبعدين هتجد أن الخفاض أصلا كان عملية تجميلية إذا وجدت المختضيات والدواعي صدقت إنما يأتوا بعض الجهلاء في الريف والصعيد وهنا وهنا وعندين يقول لك إيه؟ ده سنة فكثير يا أسيد الكريم من المفاهيم المغلوطة ودي ألف باء تجديد الخطاب الديني الذي نادى به السيد الرئيس عفتاح السيسي حفظه الله ترجمة نانسي قنقر